بسم الله الرحمن الرحيم الحين راح أعلمكم كيف تشترون أونلاين أول شي تفتحوا الموقع اللي هو Amazon.com تكتبون الإيميل مثلا وبعدين تحطي النوع I am a new customer sign in بيطلب منك تعبيني الإسم الإيميل type the email again new password نختار الpassword مثلا type it again create account بعدين راح تجينا هذي الصفحة من هنا نكتب الproduct اللي تبغين تشترينا نختار مثلا هذي الجزمة نختار من هنا size ما في هذي المقاس فندور شوف هذي المقاس in stock هنا الكمية يعني كمية مثلا أبغى واحد بس أحط Add to Cart وبعدين خلاص تتروني لتشتريك و بعدين خلاص تتروني لتشتريك الكارت فيها واحد بعدين راح تخليك تعبين الشيبينج أدرس اللي موجود مكتوبة عندك بالفورم اللي تعطيك هي الشركة اللي تتعاملين معها هنا اللي مساوت لك البريد في أمريكا أو بالعالم تعبين الاسم الادرس لاين اللي هو واحد تكتبينها الزب كود وبعدين تحطين continue تحطين كود تحطين نسينا نحط الفون نمبر تحطين نسينا نحط الفون نمبر تحطين 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 الادرس اللي هو الصح يعني تختارن عليه وتحطين نشبه إلى الادرس بعدين بيقول لك تبغين تستاندرد شيبينج اللي هو من ثلاث إلى خمس أيام تحطين عليه لأنه ما يفرق على حسب الشركة متى توصل لك هي دايما يعني تحطين الشركات بعدين راح تتعبين البايمنت مثل النام الموجود بالفيزا كارد تكتبينه والكارد نمبر الـ الـ expiration date وبعدين و بعدين add your card بعدين هنا please tell us the currency of your card يعني العملة تختارين my card is in Saudi real بعدين continue هنا الفاتورة سعر الجزمة 115.99 هلل بعدين تختارين place your order أول ما تضغطين place your order راح تجيك confirmation message to your email انه الـ order is placed وهنا الموقع نفس راح يكتبلك من فوق thank you for buying from amazon.com و كده تتم عميت الشراء و شكرا يطعون اشتركوا في القناة